قلينا هدول طبعا هلا مبعلك فصار العدد منيح ولا لأ 17 بالأخير هدول هني يعني تقريبا هلا فيه 2-3 بالتفضل عالدي طيب بلشي أنسى مش عن الوقت يعني مهي مش كلا عم يتسجل تمام طيب طلاب اه بل قلنا اول وحدة حسبناها قلنا هي عبارة عن عجابة غلط ليش لانه عم يحكوكو عن اليا والإيكس اليا موجودة الياكس موجودة هون واليا هون عم يقولوا هنه نفس الكيمياستار الأزاليك هو جواب غلط لانه موجودة وحدة بواحد آ والتانية وين بسبعة آ كتير بعض عن بعضهم فصفاتهم مختلفة تماما حكو بعدين عن زي وتي تمام زي وتي وقالوا انهن بنفس البيريود فبالتالي كاتمنصة يسئلون إيش شتر إيجابة صحيحة حكو عن الني يلي هي إنه مستويت غازلار اللي منتهي بإلكترونين طبقة السطحية ذاتا ما عنده غيرون الهيليوم بينما الباقي دائما بثمانة فإيجابة هون غلط ليش فأنه كاتب لكم الني تمام صنقة طمان ضكية الكترونسة يسسا كيز هو غلط لازم اتنين فهي اللي هو غلط آخر وحدة يا تاني يا تاني يا تاني ركزوا معي هدول الثلاثة اللي موجودين هون بهالزاوية ألمنت لري أميتال در أميتال ولا مالون أميتال؟ أميتال طبعا هذا القسم كله متال وهدول يارميتال وهدول القسم الضل أميتال فالإجابة صحيحة معنات عم يقولونا وين عمل غلط بتقولو عمل غلط بالأول وبالتالت يعني الإجابة أ رح ننتقل السؤال اللي بعده عشان أكسب الوقت وقدر أحللكم أكتر العدد ممكن من الأسئلة بهذا السؤال شوي صعب شوي عليكم ممكن أقول عنو أو شغلات جديدة شوي بس مو كتير أشهن بيعتوكم Uzun araştırmalar sonucunda bulunan bir heykelde meydana gelen tahribatın nedenlerini affeoloji يعني المل أسار بشكل ang uzmanı aşağıdaki gibi açıklamıştır الأم مشرح هذاالمل أسار rend لغوال أول شيء قاله طبعا هون عشو هيكلن تهربات سورة جندة ميضانة قلن بير اكي بي اتش نمارة لأولايلار هنجي دايش شم تششي دينة آيبتر يعني عندي فيزيك صال كيميا صال لكن أي واحد منهم تابع للفيزيك صال أي من الكيميا صال رح أشوف أقرأهن وأحدد تمام واحد نين ثلاثة هدو الثلاث شغلات فعم بيقل لون هيكلن يعني عنده مثل تمثال هيكل معين عم بيطلعوا عليه ويشوفوا اش صار عنده حوادث أو أولايلار هدول اشتابعين للكيميا صال للفيزيك صال رح نقرأ هيكلن جابده سيندكي تشاطلق لار إنسان تهربات سون وجو أولوش مشتر يعني هدول الشقوق مو متشق هوك شيء أسري قديم فمتعرض شقوق هدول الشقوق من فعل الإنسان إنه ممكن الإنسان مع مرة تاريخنا عم بيخربوه يخربوه لوصل لهذا الشكل اللي شايفينه قدامنا هاد هذا فيزيك صال ولا كيميا صال تخريب الإنسان ممكن يكون عن طريق ضربه بحجار ممكن عن طريق دمره أو عمل له شيء فيزيك صال صح ولا لا قلت الشي اللي بيغير لي شكل الشكل فيزيك صال أي شيء تفاق أي عملية عم بتغير لي الشكل الخارجي عم بتغير لي اللون الخارجي عم بتغير لي الشيء من الخارج بس حجم الشيل قدامي متل وقت البرقة عم نشقها لأقسام صغيرة بنسميه إيش فيزيك صال فمعناها بما أنه واحد فيزيك صال عندي خيارين يا آية جي راح نكمل لنشوف الشو هيكل باش قسم دكي طاش لارضة وفلان ما الحجار الموجودة بأعلى هذا الهيكل بأعلى تمام عم تنهار رزقار أشن ضرما س سببه إلى ميضانة قال مشتر الرياح مو عم تجي بتحت من هدول الحجار الرياح تخيلوا على الدوام على الدوام على الدوام أمطار رياح أمطار رياح هاد الهيكل ليش عم بيصير بالحجار عم تنهار شوي شوي هاد اش بسميه فيزيك صال ولا كيميا صال فيزيك صال طبعا ما عم بيقولوا يعني فيزيك صال صح فيزيك صال لا ما له كيميا صال فيزيك صال ليش فيزيك صال لا أزر فيزيك صال ايوة لأنه عم يغير اللي حجمه بس عم بيحت منه عم بيقللي من كمية هاي الحجرة تمام ممكن روزنا عم بينقاص عم يتغير شكلها شوي مع الزمن طيب آخر تفاعل طاشطة بولونان كالسيوم كاربونات كالسيوم كاربونات هاد الفورمول اللي إلوه شكله صيغته أسيتي عمورونون الكسيلة كالسيوم اوكسيد في كاربون ديوكسيد دونش شور مشتر يعني ايش عم بيعطوكن هون عم بيعطوكن تفاعل كيميايا يعني عم بيقولو لكم نتيجة الأمطار الحمضية عم بتتفاعل عم تعطيني هذا عم بيأثر على الحجار الحجارة بشكل عام فيها معادن فيها نسبة من الكالسيوم ونسبة من كتير معادن تانية فاش عم بيصير نتيجة تفاعلة مع الأمطار الحمضية اللي عم تنزل لأنه في عندي الأمطار أحيانا بيكون فيها نسبة منها حمضية تمام بمناطق اللي بتكون فيها تلوث كتير هاي الأمطار الحمضية ايش بتساوي؟ اخدناها بدرس قبل نحن بالإكلين بيمي بسيملار تمام؟ ايش عم بتساوي؟ عم بتشكل لي هدول المركبين فهي كيميا صال فبتالي الجواب او طيب نتقل السؤال بعده راح حاول أحللكون ياهم كل آياتهم قبل ما انهي الجلسة هاد السؤال طويل شوي ما راح أقرأ قسم العيد راح نقرأ الأسئلة مع الشكل العام لأنه بهمني تحت أنا السؤال تحت هون عم شحولكم المتال والأمتال هاد البريوديك ليش تعملوا ليش ترعوا مدري ايش واش تصنيفات وشو نصنفوه إلى آخره لكن هو السؤال السؤال هو يوكاردابريلين إفادة ليرن هانجي ليري دوغرودور مدون الصح راح نشوف اين هيصحوا اين هو غلط راح نحكي بالإجابة الأولى كالسيوم دوروا عالكالسيوم وين هون آه آتم نومرا س ماجنيزيوم وين الماجنيزيوم هون رايزو اتنينة هون موجودين اتنينة هاي أول خطوة الحل انه عارف اين موجودين عم بيقلونا آه ماجنيزيومون آتم نومرا سنضم بيكتر يعني الرقم الزري الآتم نومرا س قلتلكم رتبوهن حسب ايش حسب الرقم الزري يعني الآتم نومرا س وقلتلكم كل ما زاد الآتم نومرا س يعني الإلكترون سيس قلتلكم هو الإلكترون سيس فبالتالي كل ما نزلنا لتحت مع انت عم بيزيد عدد الآتم نومرا س صح ولا لا بيزيد لانهن رتبوهن حسب العدد فكل ما عم نزل لتحت عم بيزيد الآتم نومرا س فبالتالي الكالسيوم الموجود تحت المغنيزيوم لأطوم نمرا السهله أكبر الجابة صحيحة هاي أول وحدة أسمعات البيود دي راح ومضو إلا الأول جي آه جواب جي طبعاً آه تماماً هيك خلونا نكمل تانية لنشوف بيريوديك سيستام دي موفيلي غوستريلان لون الأزرق متال كرمزيلي غوستريلان يارو متال لون الأحمر هو اليارو متال غلط ما له يارو متال تماماً اجابة غلط تمام اتنين غلط ثلاثة اوكسيجين كوكورد سيليسيوم هادول العناصر الثلاثة تمام هاد هاد موجودين هون بالخمسة عفواً ستة او هادول الثلاثة اشبون عم بفرجوني اياهون بانزر أزالي كلير غوستريلار صح ولا غلط صحيحة لأنه إستم موجودين بنافس الجروب صفاته المتشابهة فمعناتها الثلاثة صحيحة جينا الرابعة باريوديك سيستام داتو بلان اون سيكيز باريوت بولونور كم باريوت عندي امسلا اون سيكيزو جروب يدي باريوت يدي باريوت بار فبتالي إجابة غلط فالإجابة الصحيحة هي واحد وثلاثة يعني جي جي ننتقل لسيكيزو جروب لون الأصفار هاد هو تابع للأمتال هو الصويد غازدار بس عم يفرجوكم إياهون هيك لأنه لو جل سؤال رح يسألكم عن الصويد غازدار بس ما زكرين سؤال هون عنه بس ملوي لكم إياهون لأنه مميزين هدول نفس الخواص عندهم تمام؟ صفاتهم متشابهة باللون الأصفر هنا الصويد غازدار صفاتهم نفسة ننتقل للسؤال اللي بعده طيب هاد السؤال متل ما يكون شايفين عندكم أربع احتمالات هننا نموذعي لكم الأحرم لكن أنا بدي أشوف التوزيع الصحوين حسب إيش؟ حسب الإبارات والكلام الموجود هون ينضا كي أو ينضا كي أو ينضا كي أو ينضا كي 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 الكيمياصال أزاليك دوسترير معناتها الكيمياصال أزاليك نفسهم متشابهة معتها الكا واللي فوق بعض لازم نفس الجروب شوفوا هدول بنفس الجروب نفس الجروب هاي نسوا طاول معناتها الكا موجودة وين ولا وين معناتها هاي نسيناها طاول صح؟ طيب هاي نسيناها ننطلع على الخيار الثاني لفيما اين باريوت تضر باريوت تضر ل ولما بنفس البريوت ل ولما بنفس البريوت هاي إجابة غلط ل والما بنفس البريوت والابلير يعني منطلع عليها هاي اللي ولما بنفس البريوت كمان منطلع عليها ضل عندي البا وجه أفكر فيه رح أن تقول لأ لا آخر معلومة كا ويني عم بيقلونا مجموع الكامر لازم يطلع مواد مجموع الكامر لازم يطلع مواد مجموع الكامر هاي شوية صعبة شنا بحسبة بدي اركز عم بيقلوكم هو هو الشيط الالكترون سواني مصطفى الالكترون سيص هو نفس الكاتمان سيص صح؟ ايه الالكترون سيص هو نفسه؟ صح؟ رقم الجروب طيب انا بنام بدي اعرفهم عم بيقلوكم بالنسبة للكا والني يعني هاي الكا وهي الني لازم يكون مجموع مع بعضهم مع عدد الكترونات الموجودة بالمي الكا مع الني لازم يطلع مجموع المي شون بدي اعرف انا؟ انت مفي اعداد انت لازم تعرفون الكا وين موجودة موجودة بالتنين ا والني وين موجودة هون ثلاثة أربعة خمسة بالخمسة ا صح؟ والم وين موجودة بالسبعة صح؟ عب اكتب شي غلطي حد الان طيب هون ها موجودة بالواحد ا الني موجودة بالسبعة ا والمي موجودة بياش بالثمانة ا طيب انا الاجابة الصح؟ الاجابة الصح اول شي الالكترون طيب سي ونفسه لقوم الجروب صح؟ فبتقولوا اثنين زائد خمسة انا بقولوا الكامع المي مجموع المي اثنين وخمسة والمي لحالة سبعة فالاجابة الصحيحة هي ج تعالوا نحسب هاي واحد سبعة ثمانة رحضة ثمانة حتى هاي صحيحة استنوا شوي كأنو انا سؤالي لازم هون يعطيكم العلامة لكل اللي حال بي واللي حال جي انسى بالثانية لأ 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 انسى جواب جي انسى جواب بي انسى انسى هو الجواب الغلط مني بها السؤال انسى لأ ما ابطل اخوة جي مابطل بي و جي اثنينة و صح اثنينة و صح يسP يعني انسى إنا حطيتوا جي هذه حطيتوا جي انسى حطيتوا جي يعني باخد علامة انا باخد علامة انيسى في المنسى في اللوع تسعة انسى بس بتعبة جي plaque لا بدأ بشتاعل هاي ساكنة ما لم تكن عرب لي يا طلاب طلاب الكل يسكت ازا سمحتو خلي الانسة تحكي تمام هيك خمسة ستة عم بتحكم مع بعض انا ما سمعت ولا يقينه ولا بمفهم لشي لحظة شوية الكل يهدى تمام هلا الانسة بتحكي حضريني طيب صوت واضح هيك عندي كنت عبتقوله صوت واطي طيب هلا بهذا السؤال بهذا السؤال بدك تكتشفوا انا هي رسمة صح حسب هدول المعلومات عم بيقولكم باي المعلومات Сفاتتية لنفسة القول لي معناته لازم تقولولي القو اللي لازم بنفس الجروب موجودين يعني القولني بنفس الجروب القول اللي بنفس الجروب تمام قولي هذه غلط اكيد ليش لانه معلوم بنفس الجروب استثنائنا اول وحدة طيب استثنائنا اول واحدة رح ندخل للمعلومات التانية هلちゃ にستفيد منها هي لَوَا مَا بِنَفْسِ السَطَرٍ ، طيب .. لَا مع المَا بِنَفْسِ السَطْر هون اللى وحدة بِيكِنجي بَارِيوت وحدة بلentِشنجي بَارِيوت انسوا لي numaعي ناماها وين اللى والمى بنفس السطر هي نخوص بِسارة و هي �َانِـد بِارِيوت وهي بِالفِاء هذا ممكن افكّر فيه يعني ممكن بعد الساعة ما حكيت انصح طيب هون نفسش حكي اللا والمى موجودين بنفس الِبَارِيوت فالممكن أفكّر فيه تمام؟ هلأ ضل عندي بي وجه افكر فيهم طبعا هون عم بيقلونا هاي الفقرة نطلعوا الاجابتين صح هون عندي ليش؟ خلوني اشوف السؤال ايش بدون مجموع عدد الكترونات بالطبقة السطحية تبعية الكا والني مجموعا مع بعضهم هو بسبب عدد الكترونات الموجودة بالمي هيك ايلين طب انا شان بدي اعرفهم ازا بتذكروا وقت اللي قلت لكم العنصر فيها مسلا 12 الكترون مثل حد الارغون مو انتوا وزعتوه اول طبقة اثنين ثاني طبقة تمانية ثالث طبقة بيضل تمانية فاش بتقولولي بتقولولي موجود بالتشنج باريوت سكيز اا جروبو ليش قلتوا لي سكيز اا جروبو لانه مو فيت من الكترونات بالطبقة السطحية فبالتالي موجود بالسكيز اا معنات برقم الجروب بفيدني بحساب عدد الكترونات فبتقولوا هون المي موجودة بالتمانية اا معنات عدد الكترونات فيها تمانية النية سبعة الكا اللي عفوان هون اش عم بيحكونا عم بقولنا الكا والني مجموع الكا والني الكا هي واحد واحد زائد سبعة بطلع شقد تمانية معناتا صحيحة هون الكا شقد الكا تنين تمام وانيش قاد هون خمسة خمسة واثنين بطلع على المي سبعة نظامي فالاجابة هون استاذ قسامة سامح الطلاب اللي بياخدوا بيه وجاية الاجابة تنتمي بحيحة هون بياد السؤال تماما انسا 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 مالش سؤال انسا هو عم بقول صن يورنجا انا فهمت انه صن كاتمان انسي بلك لو شديد ايه اليورنجا نفسه الكاتمان محمد عندي عدد الكترونات اللي بصن كاتمان لنفسه الكاتمان يعني يورنجا نفس الشي انسا طب ليش ما حسبت ايه انتي ماذا انده احسبون انا ما بقدر احسبون لان انا ما ليحفظان عدد الكترونات الموجودة بكل الجدول اللي بيهمني ايش قلتلكم من وين بتجيب صن كاتمانش قد الكتروناتو هو عدد الجروب نفسه موزعنا هون تمانه اه يعني منتهي هاد الاليمنت بتمان الكترونات اثنين اه معاتا منتهي بثنين الكترون عرفت انسا الموجود بالواحد اه تمام نجداد هلا بتقول الواحد اه أستاذ. طلعت أشتر من الطلاب. أي والله أستاذ أشتر من لنا كل ياتنا. جواب الصح هو جي. طبعا. هذا لازم عن جدا. أنا خربطت فيه وأنا ما انتبهت عليه فلازم الطلاب ما عادي يعني إذا أنا خربطت فيه فما عادي الطلاب يخربتوا. طبعا أنا عن سهوان. الهيليون فيه اثنين الكترون. طب ولا حدا انتبه عليه. أنا بالنسبة لي سهوان راحت مني. وهلأ ما شوية كنت عبشح الهيليوم فالسيون راحت مني ما بعرف. الماي هون موجود صحي. الماي لنا هو عبارة عن الهيليوم. هو أول عصر موجود بالصوي غازلار. تمام. ففيه الكترونين متوقع سطحية. فهون مجموعا واحد زائد سبعة. مستحيل لي سابق الاثنين. هو ثمانية اللازم لأنه ثمانية آه كلهم من تهيين بثمان الكترونات باستثناء الهيليوم اللي موجود بأول واحد اللي عنده الكترونين. فإجابة غلط. البي. انسى. انسى وكمانا بقول كا واللا بنزل أزاليكوسترير. انسى ما بصير بالبي لأنه لا هي انسى هيدروجين والكا هي بالميتال. لهيك ما بصير البي. تمام. طبعا انه مصنفة من غيرش. بغير قسم جدول الدوري لأنه الهيدروجين غير الميتال. هي تابعة لهم بس لأنه عدد الكترونات عندها واحد. لكن بصفاتها ملا متشابهة. تمام. بس باتذل مرة تانية انه الغلط صار هون الهيليوم. مشكر استاذ اسلام ما نبهنا. الهيليوم عنده الكترونين. فالمشكلة هون انه ما مستحيل يكون مجموعة للتنين والسبعة. آآ يساوي الثمانة. متل ما اتفقنا انه اول واحد يعنده اتنين الكترون. تمام. اتي على الجواب الشو. جواب جي. اذا ما في انتور جاب عيدا. اخيرا. خربط قل لأنه بهاي انا. انا سأكل لفسي كان بلك. انا سأكل لفسي كلا ينطع. الحمد لله كان بك. انحلت? لا قدير بقى لك يا الله. منحل السؤال اللي ورا. ضال سؤالين ومنهني الجلسة. السؤال اللي وراه. عم بيحكو لنا كمان جدول دوري في عندي اربع عام. انا سأحطي لهم. انا شخص يجب الشخص انه يكون حفظان اول عشرين الامات. حتى يحسن. لا ازا ملاحظ انت ما ضروري تكون حفظان ولا واحد. بهدول الاسئلة اللي انا بعدتن. ما ضروري تحفظ ولا واحد. انا عبعطيك الباليو دي كتاب له. بس انه اكيد لازم تعرف. انا سألاحظ بالسؤال الخامس. انا سألاحظ بالسؤال الخامس انه لازم الشخص ينتبه. اه طبعا. انا سألون سألون انسى انه هاد حين واحد واربع بكونوا اه بسم الله. انسى بكونوا يا جاز يا ياروميتال. هنى اميتال. هلأ رح اشرح هون تمام. اميتال واحد واربع. انا سألون. انسى بسولاك بكون هون الاثنين والثلاثة يعني بخربكم الشخص. هون انت لازم حفظان موقع الرسمة واتللونولكن اياهم بالازرق والاحمر والاخضر. هذا من قسم اليروميتال. طيب نبيل رح اشرح للطلاب. اه بهاي الرسمة. مو حفظنا جدول الدوري وبنعرف وين موجود الميتال والاميتال والياروميتال. قلنا الميتال موجود بهذا القسم كله باستثناء وين. طبعا مو هون هيك. تمام? رح امسح القسم هات. قلنا الميتال موجود بهذا القسم بيبلش هون. تمام? اكبر عدد موجود بجدول الدوري تابعين للميتال. هون اشتا البين عم بلقم بو اه بير المنتين باز ازاليكالي اشغدا برلمشتر. صاغلا بارلاك اشلنا بلير اوضا سجاك لغنضا. الكتريك الاتكاني يكسكتر. كل المعلومات بتنطبق على مين? على الميتال. صاغلا بارلاك اشلنا بلير اوضا سجاك لغنضا الكترون. الكتريك الاتكاني يكسكتر. اتنا قلويتها الكهربائية كتير عالية. مع انت انا بدي ادور على الميتال بين هدول الموجودين كلان. شلون بدي اعرف? انا اذا ما كنت تحفظون او المواقع الكترونات او مواقع العناصر اللي تابعة للميتال للاميتال لليارو متال ما رح سنستفيد. اول شي بعرف ببداية الجدول عندي شي اسمه هيدروجين. انا بعرف هذا الهيدروجين. عبارة عن ااميتال. الاميتال ما بيخص الميتال ابدا. هو عبارة عن غاز اصلا. لا لابارلاك ولا اشلنا بلير ولا خاصة. فمعنى استثنيت الواحد. الارتبعة كثير زهل استثني لانه هو ااميتال. كمان ااميتال ليش? لانه موجود قسم اليمين. قسم اليمين هو عبارة عن ااميتال. بخربة بين يمين بين اثنين والثلاثة. لكن بالرسمة. اذا استاذ و سامرة رجعنا على الرسمة اللي ملونة فوق البريودي كتابلو اللي فيها كل الهدوان. ايوة انسان هيك فاوت. ايوة. لان الجواب موجود بهاي الرسمة. بهاي الرسمة اذا بتلاحظوا كاتبي لكم شو هذا القسم الميتال. اول واحد بس ااميتال تابع لهدول. لكن بتلاحظوا اول واحدة من الثلاثة اه هي يارو متال والباقي كلهم متال. فمنحفظ التدريج كيف يصير. المنتصف بيبلش من وين؟ من الثلاثة اه. فهون بالرسمة تحت بسؤالنا. مبلشين الثلاثة اه اول انصر منه اخدينه. فبالتالي بستسني كمان هذا الشي بالسؤال تحت. سالا بس يطلع. فبس تسنيه. واش بعمل? بقولي الاجابة شؤات? الاجابة هي ثلاثة. تمام? لا لا. اصدتش ثلاثة جي? او اترم ترم 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 ترم. اجابة ثلاثة. تمام? ليش? لانه الاثنين لا منتابعة لليارو متال. ما لا تابعة للمتال. طيب ضل عندي اخر سؤال. اخر سؤال. منحله. ومنهي جالسة. سؤال كثير مزوز. بس السؤال اول حلو خطأ. اسفى هون خيارين دكش بعض. وانسفى كمان دقت يا انه يعني. اسفى يا امالي منتبك. يعني. ممتاز. سؤال واحد غلط ما في مشكلة. وعبتقول عن سرعة حلو كذا. فما في مشكلة. بتتعاوض ان شاء الله هيكتستاني. ان شاء الله هيكتستاني. ان شاء الله هيكتستاني. بتاخدوا اعلى علامات. هي الفرحة الكبيرة بتكون. طيب شباب. مشكر انه مو احلى خطأ. مشكر انه اساوية مرة ثانية. لا لا ما بتنعطف. عبقلونا بهذا الجدول. اللون الاصفر تابع للفيزيك صالديشن. اللون الجري او الفضي تابع للكيميا صالديشن. وبالتالي اي رسمة من هدول هي الصح. اي توزيع الوان هو الصح. نقرة بالأولى. الاصفر تفاعله هو فيزيك فيزيك صالديشن. تمام. الاصفر تفاعل بين الحمود والمعادن. فبالتالي هاي انسولة. لأنه من بداية غلط. طيب نجينا على البي. بوضن اريمس. تمام فيزيكسل. اوضن كر المصة. اوضن كر المصة. فيزيكسل ولا كيمياسل? اوضن هو العود الخشب. الخشب. كر المصة لنفرد هاي فيزيكسل. فبالتالي كمان الثانية غلط. صح. نزال على تلتك. الاصفرات المصة. تمام غلط. كيمياسل. فبالتالي الاصفر انه هو فيزيكسل. فالاجابة جغلط. ندخل على الاجابة ليما دلغيره. بوضن اريمس. فيزيكسل. اوضن ينمس. اوضن ينمس. اوضن ينمس. الاحتراق انها عن كيميا صال والاخر وحدة جاء منكر المص بلوح بلور ونكسر تمام هدا مسمي فيزيكسال فالاجابة الصحية دي انسي ممكن سؤال؟ طبعا انسي عبقول لون اصفر بس ما في لون اصفر لا فيز اصفر ليش عندك فيها مشكلة يعني مو اصفر غامق بس يعني ابيض انا حطيته او خيبط بيناتهم ما بنحسب صح لبعر اي واحد كيميا صال والا اي واحد فيزيكسال ايش عملت انت؟ انا سبس مبينيني على درجة ايص كثير مبينين حتى انه الفضي مبين معا الفضي واضح كثير الاصفر يعني بقالك كاشف بس انه مبين المعنى الطاني هو القانون ان الاصفر مبين ابيض على الان اصود مبين الرمادي ممبين الرمادي الفضي مبين نظامي بس الاصفر ممكن ان افضل لغض بسمي هاي مشكلة كبيرة يعني اكيد ما رح تختاروا الفضي وتقولوا عنه فيزيكسال لانه خلاص انا نكاتبوا لكم انصره هو الفيزيكسال تمام انا العلامة بحاداتها ما كتير 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 بتهمني قد ما انه انتو تصل لكم للمعلومات انا اول فضي بحله بفهم انه اشعة بحل كتير ممتاز ان شاء الله التستات لقدام كلهم بيكونوا مثله هلا بنهي درسي معناتها لليوم حضروا حالكن رح ابعد تست جديد تمام رح ابعد تست جديد كمان رح يضم الكيمياصال تيب كيما كمان رح يضم بيريوديك طابلو الفيزيكسال والكيمياصال داي الشملار والاخر فقط اخدناه اللي هي كيمياصال تيب كيمالار تمام ودرسوا مني طب احنا امت لانه مثلا تست شامع اللي مثلا فيه ومفسم ليرو مشمودي انا با جهتيك كود بس انه اخلص هاي الوحدة برأييه لانه حيثة لسا مقصرين احنا لازم يمشي اسرع من هاي ديهم حلات التست يعني لو احنا مصدت عليك اسرحنا بماذا سينا اللي حاية مصلنا لهون ايه بعرف لانه هو النظامي لازم هلأ بلش بلش الفصل التاني يعني لازم من هون لا يخلص هاد الفصل اخلص يعني تخلص العطلة لازم هي الدرس خالص على اخير فانتو امشوا معي ونخلص ان شاء الله اكيد يعني بالوقت المناسب وقابل ان شاء الله يلا معناها في سؤال ولا نسكر تمام يلا اطبعوا على خير معناها يا اطبعوا على خير معناها اللي اعطيكم يا رب سلامت سلامت اللي اعطيكم اللي اعطيكم اللي اعطيكم it شكرا